اشتركوا في القناة يتصدع من قراءة مجموعة متتابعة من الكتب فلابد من فسحة يستجمم بها الشخص ولكن هذه الرواية لم تكن بالمستوى البسيط أو السهل أو السلس أو لم تكن خيارا محبدا للاستجمام بل عملت نوعا من العصف الذهني لأنها في الأصل سجال فلسفي حول مكنون الطبيعة الإنسانية وهذا يفسر إعجاب بعض الفلاسفة والمفكرين بها كأمثال فريديريك نيتشا والرواية تنقسم إلى فصلين الفصل الأول هو سجال فلسفي مع الذات وتعتبر تقريبا ربع الرواية والشق الآخر هي تفاصيل الرواية التقيت وذهبت وقلت وقالوا لي إلى آخره والمتعب في طرح ديستوفسكي أنه أحيانا يتناول بعض المواضيع بطرح سفصطائي أي أنه يأتي بالشيء ونقيضه ومن الأمور التي ذكرها ديستوفسكي أن الإنسان لا يكون إنسانا إلا بتوفر الإرادة الحرة لديه وليس بأن يعمل جاهدا تجاه المصلحة الذاتية أو الخاصة فالطبيعة البشرية تقتضي من الشخص أحيانا أن يعمل أمرا في اتجاه معاكس لمصلحته الشخصية لمسوغات معينة عامدا لذلك ولو جعل العقل هو الحاكم على البشر وقيدة الأهواء تقيدا مطلقا به لأصبحنا نعيش حياة وفق المعادلات الرياضية كل شيء قد حدد سلفا وكان هذا الطرح هو مساجلة قد رد فيها على مبدأ تشيرني تشيفسكي الأنتروبولوجي في الفلسفة وقد عرف الحب كذلك على أنه خضوع طوعي لاستبداد الطرف الآخر وكذا عبارة الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت في روايته قد أخذت شكلا مكررا وهي عبارة مفهوم الجميل والسامي وبطل الرواية هو شخص نسميه في لهجته العامية سفلة أي دائما ما يتم التسفيل به ويضع نفسه في مواطن تحط من قدره وتجعله مثارا للسخرية أو الاستهزاء أو الإزدراء والجميل أنه متسق مع ذاته متصالح معها وصريح معها إلى أبعد حد وهذا غالبا ما يبعث على الضحك يعني تخيل لو يطلب منك أحدهم أن تصوره ثم تتساءل ما الغرض من الصورة فيقول لك علشا أهايط فيها على الأنستغرام قد تضحك من هكذا جواب فالصراحة المبنية على التصالح مع الذات غالبا ما تجعل الأطراف الأخرى تضحك لأنها خلاف المألوف وأنا شخصيا لا أذكر أنني ضحكت إلى حد القهقهة في رواية سوى هذه الرواية وأسلوب الرواية وكذلك أسلوب الترجم أحيانا تؤثر في القارئ إعجابا أو محاكاة وهذه الرواية أسلوب الكلام فيها قد يجعل الشخص يحاكيه خصوصا إن كان يحب التفكه أو التهكم بطل الرواية تحدث بشكل مستطرد مع أحد العاهرات وهنا تتأمل قوة أسلوب ديستوفسكي في السجالات النفسية كيف يمكن أن يوظف شخص ما جملة من حوار ليعرف نقطة ضعف الطرف الآخر ليشن هجوما مباغتا ضده حتى ينهار الطرف الآخر وهذا يذكرنا بما جاء في كتاب فأن أن تكون دائما على صواب للفيلسوف الألماني أرتور شوبنهاور الذي يقول فيه أن المحاورة هي أشبه بمبارزة من خلالها تعرف نقاط ضعف خصمك وتستغلها لصالحك كما أن حوار البطل مع العاهرة يحمل دلالات معينة قد يستفيد منها الشخص في الدعوة لأفكاره وهي أن بعض المدنبين لا يمتثلون أحيانا للدليل النقلي الذي يثبت خطائهم بل لا بد من الدليل العقلي المنبثق من الواقع ومن التجارب ومن المآلات فأحيانا لما تقول للمدخن أن التدخين لا يجوز شرعا قد لا يتأثر بخلاف إن أتيت له بإحصائيات عن السرطان وكم نسبة المدخنين من مرضى السرطان وكم تكلفة علاج السرطان وما هي الحياة التي سوف تعيشها إن أصبت بالسرطان وكذلك عمد إلى عمل المقارنات والتسويق للبديل فحتى أنت الواقف على الأرض المحايدة قد تتشوق زيادة على اللزوم للزواج لحسن ما سوق له مقابل الدعارة بعمل مقارنة ما بين السعادة والتعاسة في الأمرين واللافت للانتباه أن ديستوفسكي أن نبوغه في علم النفس أظنه نابع من أمرين يظهر لي من قراءة بعض الروايات الأولى ديستوفسكي أنه لم يكن بذلك في هذا التخصص ولكن يبدو أن التغيرات التي طرأت عليه جعلته يكتسب قدرة تأملية كبيرة أي أنه اكتسب هذا بالشق النظري والتطبيقي وأما التطبيقي مثل مروره بتجربة الاعتقال ثم الإعدام والشخص قد لا يكتشف قدرات نفسه إلا عندما يقع في مهاوي الانسحاق ويكون الألم موقضا لشيء من مخبوآت النفس وقدراتها وأما الشق النظري وهو أمر لافت للانتباه أن مترجم هذه الرواية أحمد الوزيري اجتهد كثيرا في محاولة التدليل على مقاصد ديستوفسكي من بعض الكلمات المبهمة في الرواية وغالبا ما يرجعها إلى مراجع مغينة ويدل أن ديستوفسكي قارئ نهم مطلع على الكثير من الأطروحات الفلسفية والأدبية وغيرها أي أن هذا الشخص لم يصل إلى هذه القامة إلا بعد تجربة حياتية مريرة والطلاع موسع على جملة من العلوم فترى هذا وتتأمل حال بعض مؤلفي الروايات المستجدة الذين لا يملكون من الحصيلة الثقافية سوى قراءة روايات سطحية ثم يتوهمون أنهم روائيين كبار ترجمة نانسي قنقر